نعم فعليا في هذه اللحظات انسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي من مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية بعد منتصف الليل قوة عسكرية اسرائيلية متسللة بوحدات خاصة على متن مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية تسللت الى محيط مستشفى جنين الحكومي وتحديدا الى صيدلية الكرمر التي تقع على الجهة المقابلة لبوابة المشفى هناك اطبقت الوحدات الخاصة الاسرائيلية الحصار على الصيدلية واعتقلت كل من بداخلها على الاقل عشرة فلسطينيين عرف من بينهم عضو المجلس التوري لحركة فتح جمالي حويل وكذلك ايضا جمالي زبيدي عم الاسير زكريا زبيدي ووالد الشهدين نعيم ومحمد زبيدي احد افراد كتيبة جنين سرايا القدس بالاضافة لاعتقال عدد من الطبيب وصيدل كان متواجدان وكذلك ايضا احد النشطاء اسامة ابو عرب الذي كان ايضا متواجد عملية الاعتقال دفع خلالها جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية من عدة محاور كقوة اسناد للقوة المتواجدة في المدينة من المحور الجنوب الغربي من موفي دوتان ومن حاجز الجلمة شمال المدينة ومن سهل مرج ابن عامر الى الشمال الغربي من المدينة خلال دخول التعزيزات العسكرية دوت صافرات الانضار في المخيم واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة الحدث الاستثنائي التطور اللافت هو كمين معد من قبل المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين استهدف قوة الاسناد العسكرية الاسرائيلية في سهل مرج ابن عامر قالت كتيبة جنين صرايا القدس بانها تمكنت من تفجير عدد من العبوات المعدة مسبقا في رتل عسكري اسرائيلي بمحادات هذا الطريق الذي يعتبر شريان للقوة الاسنادية بالدخول الى مدينة جنين نحن نقف الان في منطقة الجابريات تحديدا هي اعلى نقطة جغرافية في نطاق المخيم وعلى مقربة من سهل مرج ابن عامر حيث يستعرض معنى الزميل الشادي في هذه اللحظات صورة هذا الطريق الذي تعرضت به القوة العسكرية الاسرائيلية للكمين المحكم في هذا الطريق قامت المقاومة بتفجير عدد من العبوات المعدة مسبقا وفق ما استطعنا الحصول عليه من افادات محلية فانه سمع ثلاث انفجارات اي بمعنى ثلاث عبوات التقديرات الاسرائيلية تقول بشكل واضح بان طبعا عبوة استهدفت الية عسكرية هرع جنود الاحتلال الى المنطقة لانقاذ من كان داخل الالية العسكرية ولاحقا انفجر عدد اخر من العبوات في محيط الالية المستهدفة بعض المواقع العبرية الاسرائيلية تتحدث عن اعداد كبيرة من المصابين في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي طائرات مروحية هبطت في محيط حاجز الجلمة الذي لا يبعد سوى اقل من نحو كيلو متر عن الموقع حيث قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بنقل عدد كبير من الاصابات الى مستشفيات بيلينسون تل هاشومير ورنبامب في مناطق شمال ووسط اسرائيل من محيط مدينة جينين طبعا حتى هذه اللحظة طبعا فردت رقابة عسكرية اسرائيلية متعلقة بتفاصيل الحدث وتفجير العبوة الناسفة بالاليات العسكرية الاسرائيلية والحديث اسرائيليا قبل قليل في تصريحات على بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية انه طبعا هناك اختلاف في طبيعة المادة المستخدمة والعبوة مقارنة بالعبوات السابقة التي استخدمت في مدينة جينين في اعقاب هذا التفجير دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة وضخمة الى مدينة جينين استهدف المخيم وشوارع المدينة ونفذ عمليات تدمير طالت محيط العيادة الصحية الوكالة في المخيم بالاضافة الى حارة الوهدان وهي الاطراف الغربية تحديدا من المخيم من عمق الساحة الرئيسية امتدادا الى محيط منطقة الهدف كل هذه المناطق شهدت عمليات تدمير وتجريف وتخريب في البنية التحتية طالت محالة تجارية ومنازل ومركبات فلسطينية وتخريب للبنية التحتية بما يشمل خطوط المياه الكهرباء والاتصالات طبعا الحدث هذا يعيد في الذاكرة عام الى الوراء قبل عام تمكنت المقاومة من تفجير عبوة ناسفة في مدرعة النمر الاسرائيلية هنا في التاسع عشر من يونيو طبعا العام الماضي تحديدا في منطقة الجابريات وادى ذلك الى طبعا اصابة سبعة جنود من حرس الحدود الاسرائيلي بعد ذلك بعدة اسابيع نفذ جيش الاحتلال عملية الحديقة والبيت التي هدفت الى طبعا الوصول الى الاضرع العسكرية واجتثاث البنية التحتية وفق المزاعم الاسرائيلية في تلك العملية التي اعتبرت طبعا تحولا لافتا في طبيعة العمليات العسكرية في مناطق الضفة الغربية بطول امدها وعدد القوات المشاركة من قبل جيش الاحتلال استشد 12 فلسطينيا فيما شن الاحتلال حملة اعتقالات طالت اعتقال اكثر من 300 فلسطيني لاحقا تم الافراج عن عدد كبير منهم بعد عام تتمكن المقاومة في جنين من تنفيذ ذات السيناريو وذات الكمائن وهي العبوات الناسفة التي باتت تشكل تحديا كبيرا للمنظومة الامنية الاسرائيلية خلال عمليات الاقتحام حيث قام جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنح الظلام في محيط موقع التفجير بسحب اثار ومخلفات الاليات العسكرية الاسرائيلية ولم يبقي شيئا اي بمعنى انه لم يبقي تلك الصورة للمقاومة الفلسطينية بالاضافة الى ذلك فانه فرض رقابة عسكرية على تفاصيل الحدث بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية تحدثت عن عدد كبير من الاصابات وان مركبات الاسعاف في مستشفيات رامبام بيلينسون وكذلك ايضا تالها شومير لا يتوافق مع تقارير الواردة المتعلقة بعدد المصابين حتى هذه اللحظة لم يصدر اي بيان من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي سوى ما صدر قبل قليل عن بعض المراسلين العسكريين الاسرائيليين الذي يؤكد على اعتقال عدد من طبعا اعضاء المجلس الثوري لحركة فتحوا ابرزهم جمال احويل وكذلك ايضا جمال اسبيدي واسامة ابو عرب بالاضافة الاعتقال ثلاثة شبان من بلدة كفردان الى الغرب من مدينة جنين بينهم شقيقان وحملة مداهمات ايضا تركزت في مناطق نابلس تحديدا الى الجنوب منها في بلدة عريف حيث تم اعتقال شابين على الاقل من تلك النقطة اذا خالد بدير مراسل الغد من مخيم جنين بالضفة الغربية